إدارة المبيعات هي عملية حاسمة في نجاح أي منظمة تجارية. تعتبر قدرة فريق المبيعات على تحقيق المبيعات وتحقيق الأرباح، أمراً حيوياً للنمو والاستدامة. يعد كتاب إدارة المبيعات من بين الكتب المرجعية التي تقدم أفكاراً قيمة وتوجيهات مفيدة للمديرين والمبيعاتيين في تحسين أداء فرق المبيعات وتحقيق نتائج مذهلة. في هذا الفيديو سنستكشف ونوضح بعض الأفكار المستفادة من هذا الكتاب القيم. تحليل وفهم السوق أحد الأفكار الرئيسية التي يؤكد عليها في كتاب إدارة المبيعات هو أهمية تحليل وفهم السوق المستهدفة. يجب على فريق المبيعات دراسة احتياجات ورغبات العملاء المحتملين وتحديد الفرص الرئيسية في السوق. يوفر الكتاب أدوات وإرشادات لإجراء بحوث السوق وتحليل المنافسة لاتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة. بناء علاقات قوية مع العملاء التركيز على بناء علاقات قوية ومستدامة مع العملاء يعد جوهر نجاح إدارة المبيعات. يوضح الكتاب أهمية تطوير مهارات التواصل والاستماع الفعال وتقديم الحلول المبتكرة والقيمة لاحتياجات العملاء. يقدم الكتاب أيضاً استراتيجيات لإدارة العلاقات الطويلة الأجل والحفاظ على رضا العملاء. تحديد استراتيجيات التسعير الفعالة تعد استراتيجيات التسعير الملائمة أحد العوامل الرئيسية في نجاح عملية المبيعات. يوفر الكتاب نصائح لتحديد سياسات التسعير الفعالة التي تضمن تحقيق الربحية وتجنب المنافسة الضارة. كما يستعرض الكتاب أهمية تحديد القيمة المضافة التي يقدمها المنتج أو الخدمة للعملاء وكيفية تعزيزها في العروض التسويقية. توظيف وتدريب فرق المبيعات إدارة فريق المبيعات يشكل تحدياً في حد ذاته، ولكن الكتاب يقدم استراتيجيات لتوظيف واختيار أعضاء فريق المبيعات المناسبين. يوضح الكتاب أيضاً أهمية تدريب وتطوير أعضاء الفريق وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في مجال المبيعات. يعزز الكتاب أهمية روح الفريق والتعاون بين أفراد الفريق لتحقيق الأهداف المشتركة. استخدام التكنولوجيا في إدارة المبيعات تتطور التكنولوجيا بسرعة، ويحث الكتاب على استخدام التكنولوجيا المتقدمة في إدارة المبيعات. من خلال استخدام أنظمة إدارة علاقات العملاء والتحليلات البيانية والتسويق الرقمي، يمكن لفريق المبيعات تعزيز كفاءته وتحسين أدائه. يقدم الكتاب نصائح حول كيفية تنفيذ التكنولوجيا بشكل فعال واستغلالها للحصول على معلومات قيمة عن العملاء وتحسين تجربتهم. قياس وتحليل الأداء لا يمكن تحقيق التحسين المستمر في إدارة المبيعات دون قياس وتحليل الأداء. يشدد الكتاب على أهمية تحديد المؤشرات الرئيسية للأداء ومتابعتها بانتظام. بواسطة تحليل البيانات وتقييم النتائج، يمكن للمديرين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة. إدارة عمليات المبيعات تتطلب إدارة المبيعات أيضاً الاهتمام بعمليات المبيعات الداخلية. يقدم الكتاب أفكاراً حول كيفية تحسين عمليات المبيعات الداخلية. بما في ذلك، إدارة قاعدة البيانات العملاء ومعالجة الطلبات وتتبع المخزون وتسليم المنتجات وخدمة العملاء. بتحسين عمليات المبيعات الداخلية، يمكن تحقيق كفاءة أعلى وتجنب الأخطاء وتحسين تجربة العملاء. التفاوض وإغلاق الصفقات تعد مهارات التفاوض وإغلاق الصفقات أساسية في عملية المبيعات. يوفر الكتاب استراتيجيات لتطوير مهارات التفاوض الفعالة، بما في ذلك تحديد الأهداف المشتركة والاستماع الفعال والتفاعل بشكل بنى والتعامل مع الاعتراضات. كما يقدم الكتاب نصائح لإغلاق الصفقات بنجاح وتحويل العروض إلى صفقات ناجحة. التحسين المستمر والابتكار تشدد إدارة المبيعات على أهمية التحسين المستمر والابتكار في عملية المبيعات. يشجع الكتاب على تبني ثقافة التعلم المستمر والابتكار في فريق المبيعات. يوفر الكتاب أفكاراً لتحفيز الفريق على تجربة أساليب جديدة ومبتكرة للتسويق والمبيعات، وتحليل النتائج وتعديل الاستراتيجيات بناء على التحليل والتعلم. إدارة العلاقات مع الشركاء والموردين تعتمد العديد من الشركات على الشركات والعلاقات مع الموردين لتحقيق نجاح المبيعات. يساعد الكتاب على فهم أهمية إدارة العلاقات مع الشركاء والموردين، وتقديم استراتيجيات لبناء وتعزيز هذه العلاقات. يشدد الكتاب على أهمية التواصل الفعال والشفاف مع الشركاء والموردين، وتحقيق التوافق في الأهداف والقيم المشتركة، وتبادل المعلومات والموارد بشكل منتظم. استخدام التكنولوجيا في عملية المبيعات تساعد التكنولوجيا في تمكين عملية المبيعات وتحسين كفاءتها. يقدم الكتاب أفكاراً حول استخدام التكنولوجيا في إدارة المبيعات، مثل استخدام أنظمة إدارة علاقات العملاء لتتبع المعلومات العميل وتحسين التواصل، واستخدام أدوات التسويق الرقمي للوصول إلى العملاء وبناء العلاقات، واستخدام تحليلات البيانات لفهم السلوك والاحتياجات العملاء بشكل أفضل. 12. تطوير مهارات الفريق وتحفيزه تعد تطوير مهارات وقدرات فريق المبيعات وتحفيزه جزءاً أساسياً من إدارة المبيعات الناجحة. يقدم الكتاب استراتيجيات لتطوير مهارات الفريق. مثل تقديم التدريب وورش العمل، وتقديم الملاحظات والمراجعات البناءة، وتشجيع التعلم المستمر. كما يقدم الكتاب أفكاراً لتحفيز الفريق، مثل إنشاء برامج المكافآت والترقيات، وتعزيز روح الفريق والتعاون. كتاب إدارة المبيعات يعد دليلاً شاملاً للنجاح في عالم المبيعات. يقدم أفكاراً قيمة ومستفادة للمديرين والمبيعاتيين في تحسين أداء فرق المبيعات وتحقيق نتائج استثنائية. من خلال تحليل وفهم السوق، وبناء علاقات قوية مع العملاء، وتحديد استراتيجيات التسعير الفعالة، وتوظيف وتدريب فرق المبيعات، واستخدام التكنولوجيا، وقياس وتحليل الأداء، يمكن للمنظمات تحقيق النجاح والتفوق في مجال المبيعات.